ما حدش يقدر ينكر أن البودكاست فرد نفسه بكوة على السوشيال ميديا وده اللي خلى ناس كتير تهتم بمتابعة وسماع البودكاست بكل أنواعه سواء كان فني أو رياضي أو حتى اجتماعي ونقدر نقول أن البودكاست بقى جزء مهم في يومنا وعشان كده منورنا على هايدي طارق مؤسس البودكاست بالنقعدة عشان نعرف منها كل التفاصيل الخاصة بالبودكاست زيك يا هايدي؟ أهلا بيك نورتيني النهاردة يعني أنا مبسوطة أكتر وانا كامين